بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي الطلاب حديثنا اليوم عن الأسلوب اللغوي المدح والذم المدح والذم يشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعاوي نحن في وحدة البيئة الصحية أهداف الدرس هدف عام يتعلق بالوحدة وتساب تجاهة وقية متصلة بمجال البيئة الصحية وهدف خاص بهذا الدرس وهو تعرف أسلوبي المدح والذم وتمييزها واستخدامهما كيف تعرف أسلوب المدح وأسلوب الذم وكيف تميز هذا الأسلوب وأيضا تستخدم هذا الأسلوب الأسلوب اللغوي هذا هو عنوان الدرس المدح والذم المدح والذم وهذا هو رابط الدرس الرقمي المدح والذنب التهيئة بإمكانك أيضاً النظر إلى الكتاب انظر إلى هذه الصور محب أربع صور صورها الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعد الصور هناك جمل بإمكانك ترقيم الجمل طبعاً مرقمة تضع أرقام هذه الجمل التي تناسب الصور لاحظ تأمل في هذه الصور وهذا في البداية طبعاً سنضع الأرقام ثم سننتقل مباشرة إلى أكتب رقم الجملة لاحظ هنا اثنان أكتب رقم الجملة المناسبة في الموضع المخصص عند كل رسم ألف وباء ألف وباء ألف لاحظ هنا واحد لله يدر المحافظين على البيئة اثنان أمدح من يحافظ على بيئته هذا مجموعة ألف مجموعة باء هنا رقم ثلاثة أذم من أسهم في تلوث البيئة أربعة ساء فعلاً الملوثون للبيئة لاحظ هنا مجموعة ألف مجموعة باء هنا الأرقام يقول أكتب رقم الجملة المناسبة في الموضع المخصص عند كل رسم في الصور السابقة عدنا إلى الصور لاحظ معي واحد الجملة لله يدر المحافظين على البيئة جميل اثنان أمدح من يحافظ على بيئته انظر إلى الصور لأن هنا أمدح من يحافظ على بيئته و أسمي عبد الله و أحب أن تكون بيئتي نظيفة فأنت هذه الجملة تناسب هذا الرسم و هذه الصورة ثلاثة هنا المجموعة الأخرى التي هي باء أذم من أسهم في تلوث البيئة أذم من أسهم في تلوث البيئة هنا أذم من أسهم في تلوث البيئة هذه أيضاً صورة تعبر عن ذلك كذلك ساء فعلاً الملوثون للبيئة و أيضاً الصورة الرابعة أو الرسم الرابع تعبر عن ذلك إذن لاحظ هنا أذم من أسهم في تلوث البيئة و أيضاً ساء فعلاً الملوثون للبيئة و مقصود بها العائلة التي على الشاطئ طيب بعد ذلك هنا أضعوا كلمتين نعمة و بئسة نعمة و بئسة في المكان المناسب لمعناهما تحت القائمتين السابقتين مقصود بها ألف و باء أين تضع نعمة و أين تضع بئسة لاحظنا لله در المحافظين على البيئة أمدح من يحافظ على بيئته و وضعنا الأرقام منطم طابقة للرسم في الصورة الأولى و الثانية أيضاً هنا أذم من أسهم في تلوث البيئة و أيضاً ساء فعلاً الملوثون للبيئة و هنا في الصورة الثالثة و الرابعة طيب أين تضع كلمة نعمة و أين تضع كلمة بئسة بالتأكيد أنك نعمة و بئسة أن نعمة تأتي للمدح و بئسة تأتي للذم فأين المدح في أي مجموعة تأكيد أنك عرفت أن نعمة تحت مجموعة ألف لأن هنا لله در المحافظين على البيئة و أمدح من يحافظ على بيئته و مجموعة باء هي ذم بئسة أذم من أسهم في تلوث البيئة و ساء فعلاً الملوثون للبيئة إذن ألف نعمة و باء بئسة إضاءة المدح هو الثناء بالصفات الحسنة المدح هو الثناء بالصفات الحسنة و الذم هو العيب واللوم هو العيب واللوم هذا في تعريف المدح و تعريف الذم تقول أمدح و أذم فالمدح هو الثناء بالصفات الحسنة و الذم هو العيب واللوم جميل أحلل أولا أحاكي الجمل الواردة في نصوص الوحدة الجمل الواردة في نصوص الوحدة مع التنبه لمفهوم المدح والذم الوارد فيها لاحظ هنا نعمة الإنسان النظيف فأنت تأتي بجملة تحاكي هذه الجملة أو على غرارها كذلك هنا نعمة حماة البيئة القائمون على منظماتها أيضا هذه جملة وأنت أيضا تأتي بجملة مشابهة ومحاكية لهذه الجملة ثلاثة هنا بئس العمل تدمير التربة بئس العمل تدمير التربة هنا أيضا أنت تحاكي هذه الجملة طبعا لاحظ هنا واحد نعمة هذه سلوب مدح واثنان كذلك نعمة حماة البيئة أيضا سلوب مدح بئسة هو سلوب ذم كما عرفت أن المدح هو الثناء والذم هو اللوم والعيب نعمة الإنسان النظيف هنا أحاكي الجمل الواردة في نصوص الوحدة ضع جملة بإمكانك أن تأتي بجملة أو أن تكتب جملة في كتابك في نصوص الوحدة مع التنبه إلى مفهوم المدح والذم هنا المدح وهنا ذم ضع جملة تشابه هذه الجملة أو تحاكي هذه الجملة ونقول مثلا نعمة طالب المجتهد نعمة طالب المجتهد هو طبعا الجملة نعمة الإنسان النظيف نقول مثلا نعمة طالب المجتهد جملة الثانية نعمة حماة البيئة القائمون على منظماتها تحاكي أيضا هذه الجملة وتأتي بجملة مشابهة لهذه الجملة ماذا تقول؟ تقول مثلا نعمة طلاب العلمي المجتهدون في مذاكرتهم نعمة طلاب العلمي المجتهدون في مذاكرتهم وهذه بسلوب الجمع لأن هنا واحد بسلوب المفرد وثنان بسلوب الجمع هذا في المدح وثلاثة في الذم ثلاثة هنا بئس العمل تدمير التربة بئس العمل تدمير التربة بإمكانك أيضا أن تأتي بجملة تحاكي هذه الجملة في أسلوب الذم في أسلوب الذم تقول مثلا بئس الفعل شهادة الزور بئس الفعل شهادة الزور وهنا أسلوب الذم أيضا في هذه الجملة جميل ثانياً انظروا معي إلى هذا الجدول هنا يقول أتعاون مع من بجواري أنت وزميلكم من جانبك تحديد أركان أسلوب المدح أركان أسلوب المدح والذنب مع الاستفادة من الأمثلة السابقة لاحظ هنا فعل المدح والذنب الذي هو نعمة أو جميل أحسنت أو بئسة ما الفاعل وأيضاً المخصوص بالمدح والذنب إذن فعل المدح والذنب والفاعل والمخصوص بالمدح أو الذنب المخصوص بالمدح أو الذنب طبعاً هذه أركان أسلوب المدح والذنب لاحظوا معي هنا فعل المدح والذنب نعمة طبعاً هنا المقصود به الأمثلة السابقة لو عدنا للسؤال نعمة الإنسان النظيف هذه الأمثلة ونعمة حماة البيئة القائمون على منظماتها كذلك بئس العمل وتدمير التربة فهنا نعمة الإنسان نعمة الإنسان نعمة سلوب فعل المدح والذنب هنا كتب عندك والفاعل الإنسان ما المخصوص بالمدح أو الذنب هنا طبعاً نعمة المدح نقول هنا ما المخصوص بالمدح لو عدنا الجملة نعمة الإنسان النظيف جميل أحسنت إذن المخصوص هنا هو النظيف هو النظيف ونقول هنا المخصوص بالمدح والذنب هو النظيف هو النظيف طيب الجملة الثانية لاحظوا هنا المخصوص بالمدح والذنب القائمون ولو عدنا إلى الجملة نعمة حماة البيئة القائمون على منظماتها فالقائمون هم المخصوص أو هو المخصوص بالمدح هنا القائمون هم المخصوصون بالمدح القائمون على منظماتها طيب نعمة حماة البيئة أين أسلوب المدح وأين فاعله نعمة حماة البيئة في المثال الثاني تقول نعمة هو فعل المدح أو الذم هنا المدح طبعا فعل المدح والفاعل هنا حماة البيئة فعل هنا حماة البيئة والمخصوص بمدح هنا القائمون على منظماتها طيب المثال الأخير الثالث الذي فيه الأخير لو عدنا إليه وقلنا بئس العمل تدمير التربة بئس العمل تدمير التربة فعل المدح أو الذم كتب أيضا عندك في الجدوى البئسة بئسة اللي هو فعل الذم والمخصوص هنا تدمير التربة ولعودت إلى المثال أيضا هنا لعودت إلى المثال بئس العمل تدمير التربة بئس العمل تدمير التربة فعل الذم بئسة والمخصوص بالذم تدمير التربة والفاعل هو العمل أحسنت الفاعل هو العمل إذن هنا فعل المدح والذن والفاعل والمخصوص بالمدح أو الذن جميل أستنتج أسلوب المدح والذن أسلوب المدح والذن يتكون أسلوب المدح والذن من فعل المدح أو الذن إذن نعمة أو بئسة للمدح نعمة وللبئسة وللذن بئسة و الفاعل و المخصوص بالمدح أو الذم إذن هنا أسلو المدح و الذم يتكون من فعل المدح أو الذم و الفاعل و المخصوص بالمدح أو الذم لاحظوا معي هنا نعمة فعل ماض جامد جامد يفيد المدح فعل ماض جامد يفيد المدح كذلك بئسة فعل ماض جامد يفيد الذم إذن نعمة فعل ماض جامد يفيد المدح وبئسة كذلك فعل ماض جامد يفيد الذم فنعمة وبئسة كلاهما جامد يأتي المخصوص بالمدح أو الذم بعد الفعل والفاعل بعد فعل والفاعل يعني بعد نعمة أو بئسة وفاعلهما ثم يأتي المخصوص بالمدح أو الذم إذن هذا ما يسمى بأسلوب المدح والذم أسلوب المدح نعمة ثم الفاعل ثم المخصوص بالمدح أو الذم تقول نعمة الطالب النظيف نعمة الطالب النظيف أسلوب المدح والذم نعمة ثم فاعله والطالب ثم المخصوص بالمدح هنا النظيف وأقول هنا بئس العمل تدمير التربة بئس العمل تدمير التربة فالأسلوب المدح والذم بئسة أو الفعل طبعا هنا إن هنا فعل المدح والذنب بئس فاعله العمل والمخصوص بالذنب هنا تدمير التربة بئس العمل تدمير التربة إذن هنا سلوب المدح والذنب مكوم من ثلاث نقاط هو فعل المدح أو الذنب وفاعله والمخصوص فعل المدح والذنب وفاعله والمخصوص بالمدح أو الذنب أطبق هنا أحول مع من بجواري أنت وزميرك من بجانبك كل عبارة من العبارات الآتية بإمكانك أيضا أن تخرج الكتاب وأن تكتب إلى أسلوب مدح أو ذنب مناسب هنا هذه عبارات بإمكانك التحويل هذه العبارات إلى أسلوب مدح أو إلى أسلوب ذنب لاحظة هذه العبارة أدى ازدحام الفضاء بالأقمال الصناعية والمحطات الفضائية إلى تلوث مدار الأرض إلى تلوث مدار الأرض طبعا هي تنبئت العبارة من خلالها تفهم أن هذا يصلح أن يكون أسلوب مدح أو يصلح أو أن يكون أسلوب ذنب أن تتحدد ذلك أيضا يعد ضجيج سببا من أسباب التلوث يعد ضجيج سببا من أسباب التلوث هل هذا بإمكانك أن تصله في أسلوب المدح أو أسلوب الذنب كذلك هنا الشمس والرياح وقوة المد والجزر وحرارة الأرض مصادر طاقة دون أي خطر على البيئة مصادر طاقة دون أي خطر على البيئة طيب هنا العبارة ثم أنت تعدل وتحول هذه العبارة إلى أسلوب مدح أو إلى أسلوب ذم بإمكانك أيضاً تعاون مع زملائك بذكر ذلك أو بكتابة أدى ازدحام الفضاء بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية إلى تلوث مدار الأرض إلى تلوث مدار الأرض من أسلوب هل هذا يصلح أن يكون أسلوب مدح أو أسلوب ذم بتأكيد أن هذا أسلوب ذم فتقول هنا بئس ازدحام الفضاء بالأقمار مثلاً بئس ازدحام الفضاء بالأقمار هنا أدى ازدحام الفضاء بالأقمار الصناعية والمحطة الفضائية إلى تلوث مدار الأرض تقول مثلاً بئس ازدحام الفضاء بالأقمار طيب كذلك يعد الضجيج سبباً من أسباب التلوث أيضاً هنا سلوب مدح أو سلوب ذم كانت تصريغ ذلك وتقول مثلاً طبعاً هو سلوب ذم هو بئس الضجيج لأنه من أسباب التلوث بئسة الضجيج لأن هنا سباب التلوه الشمس والرياح وقوة المد والجزر وحرارة الأرض مصادر طاقة دون أي خطر على البيئة هنا بالتأكيد أن هذا هو أسلوب مدح لأن هنا لا يوجد شيء من الذنب ونقول هنا نعمة الشمس والرياح وقوة المد والجزر لأنها مصادر للطاقة مصادر للطاقة وأي أسلوب تريد بطريقة تأتي بها لكن تأتي ببئسة أو بنعمة للمدح نعمة وللذنب كما عرفت بئسة طيب إثناء هنا أصوغ شفهيا الآن أنت بإمكانك أن تأتي بجمل فيها مدح وفيها ذنب أنت وزملائك هنا بئسة الحي المكدس بالنفايات هذه جملة طبعا هنا سنأتي بالجمل وسنذكر مثلا أركان هذه الجملة كذلك هنا نعمة صفة المرء النظافة نعمة صفة المرء النظافة أيضا هذا سلوب كذلك نعمة سلوك المشاركة في تشجيل المدينة هذا سلوب أيضا من أساليب المدح أو الذنب طيب بإمكانك أن تسوق شفهيا على غرار هذه الأمثلة تأتي بأمثلة مثل هذه الأمثلة بئسة الحي المكدس بالنفايات والأستخرج مثلا أركان المدح والذنب هنا نقول مثلا بئسة هو الفعل الذنب طيب أين المقصوص أين الفاعل وأين المخصوص بئسة الحي المكدس بالنفايات الفاعل الحي بأسة الحي كمين أين المخصوص بالذم هنا بئس الحي المكدس بالنفاية المكدس بالنفاية هذا المخصوص بالذم المخصوص بالذم إذن بئس هو سلوب الذم وهو الأداة و الفاعل الحي المكدس بالنفاية هو المخصوص بالذم طيب نعمة صفة المرء النظافة نعمة صفة المرء النظافة سلوب المدحنة النعمة طيب أين الفاعل أو فاعله السلوب المدح وأنه صفة المر صفة المر طيب النظافة هي المخصوص بالمدح هي المخصوص بالمدح جميل كذلك نعمة السلوك المشاركة في تسجيل المدينة السلوب المدح نعمة كذلك أين الفاعل هو السلوك هو السلوك وهذا أيضا رقم ثاني والمشاركة في تسجيل المدينة هذا هو المخصوص بالمدح هو المخصوص بالمدح بإمكانك أيضا أن تأتي بأمثلة على غرار هذه المثلة نقول نعمة طالب المجتهد نعمة طالب المجتهد بئسة طالب المهمل أيضا بئسة طالب المهمل وهكذا فبإمكانك أيضا أن تأتي بأمثلة شفهية على غرار هذه الأمثلة طبعا تجمع كل مثال فيه الأركان الثلاثة فيه الأركان الثلاثة الذي هو سلوب المدح أو الذم ثم فاعله ثم المخصوص بالمدح أو الذم ثم المخصوص بالمدح أو الذم إضاءة هنا الفعل الجامد الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة معنى لا يتغير على حسب ما ورد ولا تأتي منه صورة أخرى إذن هنا الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة ولا تأتي منه صورة أخرى وقد يلزم صورة الماضي مثلا معنى على صورة الماضية لا يتغير مثل نعمة وبئسة في أفعال المدح الذنب هو جامد فقط على هذه الصورة لا يأتي منه صورة أخرى نعمة وبئسة كذلك ليس وعسى وحبذاء صورة الماضية هذه الأفعال تأتي على صورة الماضية فقط وستغير كذلك صورة المضارع وقد يلزم صورة المضارع مثل ينبغي بمعنى أنه جامد ومقصود أنه يأتي على صورة واحدة لا يأتي بصورة أخرى فينبغي أيضا صورة واحدة فقط في المضارع و أيضا قد يلزم صورة الأمر مثل هب مثل هب من أخوات ظنة هب من أخوات ظنة و هب هنا لزم صورة الأمر و لم يأتي منه لا مضارع ولا ماضي إذن هو جامد إذن الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة هو الذي يلزم صورة واحدة ولا يأتي منه أو لا تأتي منه صورة أخرى و قد يلزم إما صورة الماضي مثل نعمة و بئسة وهو مدار الحديث هذا الدرس وليس وعسى وحبذة كذلك وقد يلزم سورة المضارع مثل ينبغي وقد يلزم سورة الأمر مثل هب وهو من أخوات ظناء إذن في أسلوب المدح والذن الفعل المدح والذن ثم فاعله ثم المخصوص بالمدح والذن ثم المخصوص بالمدح والذن هذا ما أردنا أن نذكره ونريده في هذا الدرس بخصوص المدح والذن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين